اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونحن اليوم خرجين كحراك تعليمي ولن نعود ولا نرجع الى الاقصام الا بعد تحقيق المطالب العادلة والمشروع عن نساء ورجال التعليم اضف الى ذلك ان الحكومة المغربية اليوم كتتعامل بوحد العادلة صماء مع هاد المطالب ورغم العادلة ديالها ورغم ان كل الفئات ديال المجتمع المغربي اليوم هي كتساند هاد النضالات لانها كتعربي ان الاستاد اليوم هو مستهدف واستهدف للمدرسة العمومية كما تلاحظون اليوم ها هي هاد المسيرة بعد المسيرة ديال الرباط اللي كانت حاشدة ولكن مع ذلك لازمنا لحد ساعة لم نلقى عادانا صاغية من الوزارة اعلاش نساء ورجال التعليم لانا قنلاحظو اكتر من عخد من الزَمَن لقجرة ديال رجل التعليم نقصات متزادتش اعلاش من خلال مجموعة ديال ياصلاحات لساić د Company الله فهي نصف ادارها التدخل والغلاء ديال المعيشة اضف الى ذلك ان هاد الحكومة بالاضافة الى انها استادفت القدرات الشرائية كتتستهدف الكرامة ديال الرجل التعليم لان تبديłتك تتعامل معه بحل انه مجرم من خلال انه قنلاحظو في العدل Lords تخفيف ديال العقوبات ومن اللي كانجيو عند لساء ورجال التعليم كانجي بروت شديد العقوبات بالإضافة إلى مجموعة ديال المهم اللي تم الإتقال ديال الكاهل الأساد بها دون تعويض عن هذه الأعباء في حين أنها حاولت تخفف مجموعة ديال الأعباء عن عاتق مجموعة ديال الإطارات وزادت هال الأساد ولكن دون تشجيع أو تحفيز اشتركوا في القناة